اذاع الشعر هذه حروفي مثل ارمال وذاع المرجلة من زاخل الشطرة وذاع الطيب تعالوا شوف هالأفعال فزع بالرمادي تنتخي البصرة عراقيين نبقى لز ما نعقال نطوع الوقت عنوى ونصنع العبرة اشتركوا في القناة حيا الله أبو علي منورنا اليوم ومليون مرحبا بك الله يخليك تسلم نجي على الديرة على ديرتك أنت من الناصرية هذه المدينة العريقة اللي أخرجتنا الكثير من المبدعين في كل المجالات ما هو علاقتك بالديرة؟ هذا سؤال طبعا أحيانا يقولون سؤال سابق لأواني يعني وهل تعتقد أني أقدر أشرح لك شنو علاقتي بالناصرية؟ لازم راح اختصرها إليك بين قوسيا لذلك صح اختصرها إليك بين قوسيا أنا والناصرية مثل الجسد والروح يعني ربما أنا الجسد والناصرية الروح أو أنا الروح والناصرية الجسد ومو كل واحد يمتلك هاي الحالة طبعا إلا من ملتسق بروح الوطنية للبقعة الجغرافية اللي نولد بيها وعاش بيها صحيح بس داخل يقول الله يرحمه يحضيري بطل النوح وهجع شوية وهجع شوية يكرر الشكوى الكثير لا مو لها الدرجة أنا يعني هو الإنسان اللي يشعر بالغبن الحقيقي وليس نوع من الاستجداء العواطف يعني أنا مغبون أنت بعيد عنها صحيح أنا مغبون صحيح يعني أنا مثلا هسه البارحة كانت المطربة سيتها وقوبيان عجبتني بتوجيه بعض العتب إلي واللوم قالت لي ليش أنت تشكو أحيانا ودول أنا راتبي كذا قلت ليش لا حتى أفهم الناس آه نحسين نعمة يا ناس ياللي أنتم تحبوني ومتابعيني تراراتبي هلقت حتى أريد هددتهم بالرحيل عن العراق يعني أنا ردت أرحل وفعلا كتبت بإنفعال وقابلت فخامة رئيس الجمهورية وقابلت سمو رئيس البرلمان والناس الاثنين جابوا معي بشكل طيب وقدروا أن يهدؤون من استجابة معك بقدر أكبر والله الاثنين ما أقدر أفرق يعني بس أنا قل لك الرجل الدكتور محمد الحلبوسي قام بمهمة تعين ابني طبعا هو مو تعين بمعنى تعين بس يسمونه بعقد قل له أثبت إليك وأنا جالس معه في بيته أنا وعائلتي حدا واجب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر